امتزم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر نوردين بن براهم بتوسيع المبادرات الموجهة لتأطير أفراد الجالية الجزائرية في الخارج جاء ذلك أثناء استقبال بن براهم الأمين العام للحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا موداف ناصر خبات اللقاء شكل فرصة لبحث مبادرات لتعزيز مشاركة فعالة وباعية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تنمية البلد عندنا لقاء وحوار الآن منذ دقائق حول المستويات والكفاءات اللي يشتغلوا بها والتجربة الكبيرة اللي عندهم في فرنسا في مختلف المناطق أيضا في أوروبا يشتغلوا كثير على قضايا تتعلق بالشباب بالمرأة بعالم الاقتصادي ومهتمين أيضا بالجزائر هذا الاهتمام هذا يجسد الآن عن طريق الحضور تحد الوفد ليعمل شعار كبير وهو يتعلق بحب الجزائر وأيضا تقديم هذا التعبئة والتحسيس لهذا الحب على الجزائر من خلال الحركة المواطنة لتعمل نشاطات لقاءات منتدايات حول أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية وأيضا لديهم زيارات ورقاءات مع جمعيات مجتمع مدني ومؤسسات أخرى تدخل كلها في إطار هذه العلاقة الوثيقة الأساسية بين الجزائريين والجزائريات المقيمين في المهجر وأيضا بين الفوعل المجتمع المدني ومؤسسات جزائرية مبنية على الحوار مبنية أيضا على الانتماء أذكركم بأن باك الجزائر حاضر في بعض الدول الإفريقية وكذلك في فرنسا لتسهيل العمليات البنكية لجاليتنا كما يجب علينا أن نقوم بتقييم ما تم إنجازه حتى الآن لتطوير عملنا وكذا تطوير النظام المصرفي فضلا عن تطوير اقتصاد الجزائر وهذا مهم جدا لأن الفاعلين الاقتصاديين يعدون محركا للاقتصاد المحلي حيث يجب أن تقدم لهم تسهيلات في تعاملاتهم مع الإدارات والبنوك وكل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر